نشرة الظاهرة من التلفزيون المصري مرحبا بكم ومرحبا بكم أهلا بكم محمد وأهلا بحضراتكم وإلى تفاصيل المشرة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة أراء ومشاكل المواطنين في الشارع المصري وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي من مدينة العالمين أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات كبيرة على العالم ومنها مصر وتسببت في موجات تضخمية غير مسبوقة عشان ما يتقلش أن الدولة لما زودت السولار نصف جنيه هي بتقلل الدعم فعليا لا إحنا مزودين النهاردة الدعم بتاع المحروقات للسنة المالية الجديدة نتيجة للزيادات الكبيرة دي إحنا السنة اللي فاتت كان دعم إجمالي دعم المحروقات اللي موجود في الموازنة بتاعتنا كان 18 مليار السنة دي ما يقرب من 30 مليار جنيه محطوطين لدعم المحروقات والبوتجاز ده على أساس أن إحنا مقيمين سعر برميل البترول ب85 دولار فالمواطني حيجوا يقولولي طب النهاردة سعره أكتر من ال85 فبالتالي طب أنتوا هتعملوا إيه؟ إحنا حطين احتياطات عامة تبقى لتوجيه فخامة الرئيس اللي هي النهاردة بنتكلم في 130 مليار جنيه محطوطة كعلى جنبك احتياط عامة الدولة تقدر تتدخل به في خلال على مدار العام المالي القادم بحيث لو لقينا أن في بعض البنود الأساسية السلعة الأساسية المهمة النهاردة فيه أرقام تجاوزة الدعم المقرر أو الأرقام المحطوطة في الموازنة نقدر نتدخل من خلال الاحتياط العام ده ونضخ زي ما عملنا السنة اللي فاتت وتحملنا زيادات سعر السلار على مدار التلات أربع أو ست شهور الأخرانيين من العام المالي الماضي وتحملناهم ومحاولناش أن احنا نزود سعر السلار نتيجة لإدراكنا أن سعر السلار ده بيسمى في حاجات كتيرة منها طبعا النقل الجماعي النقل البضايع تشغيل الآلات الزراعية كما أكد رئيس الوزراء أيضا أن الدولة تتجه لإعادة تخطيط الميزانية الاستعابي تبعات الأزمات العالمية الراهنة وأشار مدبولي أن مصر تستورد 100 مليون برميل سنويا من احتياجاتنا البترولية كما تستهلك نحو 15 مليار لتر من السلار سنويا وأشار مدبولي أن تحريك الأسعار البترولية جاء ليتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف ولتجنيب موازنة الدولة المزيدة من الأعباء نحن كنا حرسين كل الحرص على مدار العام المالي الماضي أن بالذات السلار لا يمس وأنا أريد أن أدي رقم مواضح جدا لكل شعب المصري المتوسط سعر السلار تكلفة سعر السلار أو لتر السلار على الدولة المصرية خلال الثلاث شهور الأخيرة لأن إحنا لما بنحدد السعر بناخده كمتوسط ما باخدش سعر النهاردة باخد متوسط الثلاث شهور الأخيرة عشان نعرف هو بيكلفنا قديه وصلت تكلفة سعر اللتر على الدولة المصرية 11 جنيه للتر ببيعه بستة خمسة وسبعين يعني كده الدولة بتتحمل أربعة جنيه وربع طب إحنا عشان ندي أرقام واضحة لكل الموطنين استهلاك مصر قديه من السلار إحنا بنستهلك يومياً 42 مليون لتر يعني في الشهر مليار وربع لتر وفي السنة 15 مليار لتر سلار ببساطة شديدة لو أنا خدت الرقم اليومي 42 مليون لتر وقلت أن أنا الدولة في آخر تلات شهر تحملت أربعة جنيه وربع حنجد أن إحنا كده كنا يومياً بنتحمل كدولة دعم نتيجة للفرق ده 178 مليون جنيه طب تكلفة الكلام ده على السنة كلها لو أنا بقول 15 مليار لتر بنتكلم في 63 مليار جنيه لو كنا استمرينا بالسعر القديم الدولة المصرية حتتحمل على مدار السنة 63 مليار جنيه دعم فقط لموضوع السلار طيب اللي احنا زودناه مبارح أو حصلت الزيادة اللي هي النص جنيه دي بتعمل إيه؟ كل العملية أنها بتقلل الدعم بتاع الدولة المصرية اللي هي الدولة النهاردة بتدفعه من 178 مليون جنيه يومياً إلا 157 مليون جنيه يومياً يعني معنى كده الدولة ما زالت متحملة جزء لو الرقم وفترط أن سعر البترول هيستمر بنفس الأرقام المتوسطات بتاعة التلاتة شهر الجاية يبقى معنى كده أن السنة المالية الحالية الدولة المصرية كده مرشحة إنها بالسعر حتى الجديد إنها تستمر إنها تدفع دعم خمسة وخمسين مليار جنيه بنزله من تلاتة وستين لخمسة وخمسين ده فرق النص جنيه اللي احنا زودناه وأضاف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تابع مع مجلس المحافظين استقرار الأوضاع وعدم استغلال تسعير التعريف الخاصة بالنقل مع متابعة منظومة الشكاوى لأي شكاوى لضمان عدم استغلال تعريفة النقل الجماعي مع تحريك الأسعار البترولية وأضاف مدبولي أن الدولة تسعى دائما لتأمين احتياطي السلع رغم الارتفاع غير المسبوك في الأسعار عالميا وأشار إلى أنه تم مضاعفة مخصصات تكافر وكرامة من أجل استفادة أكبر عدد من الأسر أشار أيضا رئيس الوزراء إلى أن الحزمة الجديدة من برامج الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وأكد أن تنفيذ المشروعات القومية يتواصل من أجل تحقيق الخدمات والتنمية ومضاعفة الناتج المحلي هذا وقد قام عدد من المحافظين بجولات ميدنية للإطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية وعدم استغلال المواطنين كما شملت الجولات مجمعات البواقف والسيرفيز لتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة في ضوء القرارات الأخيرة بتحريك أسعار المواد البترولية وتنفيذا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بعض المحافظين بجولات ميدنية لمتابعة مواقف السيارات ووسائل النقل التي يستخدمها المواطنون عقب تلك القرارات حيث قام اللواء إبراهيم أبو ليموم محافظ المنوفية بجولة داخل موقف شبين الكوم البجور للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة كما شدد المحافظ على وضع بنارات ولوحات إرشادية ومرصقات مدون عليها التعريفة الجديدة والتأكيد على عدم خروج أي سيارة من الموقف دون وضعها واستمر الحال هكذا في محافظة سهاج التي قام محافظها اللواء طارق الفقي بتفقد موقف سيارات ساكلتة دار السلام للتأكد من الالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووجه الثقي مسؤول المرور والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وتجديد الرقابة ومنع السيارات من التحميل خارج الموقف وفي محافظة أسوان قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية للاتمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتصدي لمحاولات الاحتكار بالإضافة إلى جولة ميدانية في المحافظة للتأكد من مطابقة التعريفة الجديدة لما هو مقرر مشددا على عدم السماح بمخالفة تلك التعليمات حرصا على المواطن من الدخول في أي خلافات مع السائقين أحمد بكير للتلفزيون المصري تبدأ بعثة حج القرع اليوم في تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة لأعادة حجاج القرع عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج وقامت غرفة عمليات بعثة حج القرع عبر فدرجات الاستعداد لأعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن حيث تم الدفع بعرار كاف من أفراد البعثة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن كذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم استعنف اليوم طلاب السنوية العامة أداء امتحانات الدور الأول العام الدراسي 2021-2022 وذلك عقب الانتهاء من أجازة تعيد الأطحى المبارك وقد أدى طلاب الشعبة العلمية رياضة وعلوم لامتحانة في مادة الفيزياء وطلاب الشعبة الأدبية في مادة التاريخ هذا المقرر أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات يوم 21 من يوليو المقبل أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية ترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط ودعم حل الدولتين تأكدت بايدن جاءت خلال زيارته تل أبيب في مستهل جولة هي الأولى بالمنطقة منذ توليه لمهام منصبه وألمح بايدن إلى إمكانية استخدام القوة ضد إيران كملاذ أخير بهذا في مناعها من امتلاك سلاح نووي وتهدفه جولة بايدن إلى تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة والأمن الإقليمي ودعم حل الدولتين ومواجهة التهديدات المشتركة قالت الخارجية الروسية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن احتجاز مزعوم لواحد وستة من عشر مليون مواطن أوكراني في روسيا كاذبة كان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلونك بلينكين قد أعلن في تصريح له أن روسيا تحتجز قصرا ما يصل إلى واحد وستة من عشر مليون مواطن أوكراني على أراضيها وبأن السلطات الروسية تصادر وثائقهم وتغبرهم على حمل جوازات سفر روسية وعلى الأرض قصفت القوات الأوكرانية نقطتين تفتيش عسكريتين ومنصة إنزال في ثاني هجوم من هذا الأسبوع على منطقة تسيطر عليها روسيا جنوب أوكرانيا وأوضح المتحدث باسم إدارة تقليم أوديستا سيرجي براتشوك أن الهجوم الجديد على منطقة نوفا كخوفكا في منطقة خيرسون أسفر عن مقتل 13 من القوات الروسية فيما لم يرد أي تعليق من الجيش الروسي بشأن الهجوم الأوكراني في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إغذارية جديدة من التلفزيون المصرية أشكركم حسن الاهتمام والمتابعة وإلى ذلك شكرا لكم